واصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنى فيه دنيانا تطيب يتعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل النبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيف وعلم مسائل ديننا والتسألي الشيخ يجيب والتسألي الشيخ يجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا اللقاء المتجدد في هذا الشهر الكريم بعون الله سبحانه وتعالى ومنته وفضله نبدأ هذا اللقاء بمسألة من المسائل وهي مما تكلم فيها أهل العلم وهي حمد الله سبحانه وتعالى بعد الجشاء والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب نعلم أن الحمد له مواضع يحمد الله فيها سبحانه وتعالى مواضع مقيدة وهناك الذكر المطلق بحمده والثناء عليه ذكرا مطلقا وحمدا مطلقا هذا هو القاعدة في باب الأذكار إما أن يكون ذكرا مطلقا وإما أن يكون ذكرا مقيدا والذكر المقيد مقيد والمطلق مطلق فهذه المسألة وهي مسألة الحمد عند الجشاء من أهل علم من قال إنه يحمد الله سبحانه وتعالى لأن الجشاء من أثر الامتلاء بالطعام والشراب فهو ربما يستحضر هذه النعمة ويضعف عن شكرها حيث أشبعه سبحانه وتعالى هو كما في الحديث كلكم جائع إلا من أطعمته كلكم جائع إلا من أطعمته فيحمد الله سبحانه وتعالى على أن أطعمه وإلا لبقي جائعا وهكذا التثاؤب فالتثاؤب كسل وضعف وهو التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن فكما أنه يحمد الله سبحانه وتعالى فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشرع هذا لأن هذا موطن لم يلد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو موطن مقيد والقاعدة أن الأذكار الخاصة في المواضع الخاصة لا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل ولأن النبي عليه الصلاة والقال من عمل عم ليس عليه أمرنا فرد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فرد من صنع شيء ليس عليه أمرنا فهرد وهذا يشمل جميع المسائل في أبواب العبادات ولا شك أن الشكر أن حمده سبحانه وتعالى خصوصا في هذا الموضع أو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم خصوصا في هذا الموضع وإن كان الحمد الحمد لله عز وجل والثنى عليه والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شره مشروع على الإطلاق إنما على سبيل التقييد وهذا أظهر والله أعلم وأنه لا يشرع في هذا الموطن أن يخص بحمد الله سبحانه وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك ذلك في العطاش وحمد الله عز وجل مشروع في مواطن أخرى ولهذا سكوت الشارع عن هذا الموطن وعدم ذكره مما يدل على أن السكوت عنه أنه سكوت أو بيان لموطن يشرع في الحمد وسكوت عن موطن لم يذكر فيه أن الحمد مشروع ثم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر وكذلك في حديث ابن جحيف حديث ابن عمر عند الترمذي حديث ابن جحيف عند ابن ماجة أن رجل تجشى عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة وكذلك قال في حديث أبي جحيفة ولم يذكر عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أو لم يأمره أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويعني ترك البيان أو تأخير البيان أو تركه في مثل هذا أو عدم البيان في الموطن يحتاج لي أن بيان لأنه لو كان هذا الموطن من مواطن الحمد لبين عليه الصلاة والسلام خاصة أنه محتاج إليه حينما تجشأ فيحتاج إلى ما يشرع في هذا المكان ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأن الإنسان عليه أن يحذر من الأسباب التي تورده المهالك ولهذا قال إن أطولهم إن أكثرهم شبعا في الدنيا وأطولهم جوعا يوم القيامة وذحي مبين ومفسر في كلام أهل العلم في كلام أهل العلم ولهذا لو قيل إن الحمد مشروع في هذا الموطن لكان من باب الحثي عليه وظاهر الخبر ذم هذه الحالة ذم هذه الحالة وخاصة إذا كان الجشاء الذي له صوت قوي نحو ذلك أما الجشاء الخفيف فلعل الأمر فيه أيسر لكن في مثل هذا الموطن حينما قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام فالحديث سياق سياق الذم سياق الذم ولو قيل إنه يشرع الحمد لكان في حث على الجشاء حتى يحمد الله سبحانه وتعالى لأنه يعني يحمده على والحمد يكون على النعمة على النعمة وهذا في الحقيقة أمر مذموم فهو خلاف العطاس والعطاس خفة للبدن وكما قال القيم رحمه الله بمثابة الزلزل الأرض التي تخرج ما فيها وكذلك العطاس يخرج ما في البدن أو الرأس من الأبخرة فيكون نعمة وخفة لبدن العبد هذا إذا لم يكن على جهة الزكاة فهذا هو الأقرب والله أعلم لكن ليقال إنه بدعة أو من باب المباح موضع نظر موضع نظر هو إذا قيل إنه لا يشرع فلا يقاينه باح لأنه في هذه الحال ذكر فإذا كان ذكر وقيل لا بأس به فالذكر يجر عليه إنسان إذا قيل لا بأس به أي يقال والأولى أنه لا يشرع أي يقال لكن الجزء بأنه بدعة الله عنه موضع نظر والمسألة الأخرى تتعلق بالتثاؤب التثاؤب النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر عطاس قال فليحمد الله لما ذكر التثاؤب قال فليكذب ما استطاع قال ولا يعوي إن الشيطان يدخل وجاء تلفاظ في هذا الخبر وفي الصحيح عصر وفي الصحيحين عن أبي هريرة فلما أنه عليه الصلاة والسلام ذكر العطاس وبيّن أن الحكم فيه وحمد الله سبحانه وتعالى وحمد الله ثم ذكر التثاؤب وبيّن وسكت عنه بل قال أنه من الشيطان قال فليكذب يعني كانت السنة في العطاس هو حمد الله سنة قولية وجاء أيضا سنة فعلية من فعل عند التلمذي بسند جانب هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس غض أخذ ثوبه فغض بها صوته يعني حتى يعني يخفض من الصوت وحتى يحفظ ما يخرج من الفم ولهذا يشرع للمسلم إذا عطس أن يضع مناديل أو نحو ذلك لأجل أن لا يؤذي إخوانه حوله هذا من عموم الناس من عموم الناس من جهة أنه يحفظ ما يخرج منه من فمه وأما التثاؤب فذكر عليه الصلاة والسلام فيه سنة سنة فعلية ولم يذكر فيه سنة قولية بخلاف العطاس فيه السنة وهو فليكظم ما استطاع ثم قال فإن الشيطان يدخل قال ولا يعوي ولهذا هذا هو المشروع وكأنه والله أعلم إشارة إلى أن الشيطان يرد كيده بهذا وأنه ليس بشيء وأنه ليس أهلا إلا أن يكظم كظما ويهان إهانه وقد يكون في هذا الموطن الذي يتثاؤب ويثقل في الإنسان إذا أمر بالتعوذ قد يقول الشيطان إنني صرعته إنني يعني أخذته بقوة ونحو ذلك حتى احتاج إلى مثل هذا لكن هذا في موطن أخرى لكن في موطن هذا الموطن السنة هو الكظم ولكل حالة كما تقدم دواؤها وعلاجها والشريعة هذه شريعة عظيمة تعرف ما يصلح النفوس ويداوي النفوس وهذا لما أنه لم يذكر صلوات الله وسلامه عليه مثل هذا الدعاء وسذكره في الجانب الآخر وهو في باب العطاس دل على أن هذا هو المشروع وإن قال بعضها العلم إنه ناسبا يتعود بالله من الشيطان الرجيم وهذا فيه نظر والأقرب هو ما تقدم و جاء في قرش وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعف بالله إنه السميع العليم إنه سميع عليم يعني جاءت عموما في تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء أيضا في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم التعوذ حينما سألوا عن المسائل ثم سكت عن هذا وهو الذي بدأ الكلام به عليه الصلاة والسلام وهذا كله يؤكد أنه ليس موطن تعوذ خصوصا في هذا الموضع من المسائل التي تعرض لها في هذا اللقاء وهي مسألة ربما يحتاج إليها أيضا في هذا الشهر ولها شقان الشق يتعلق بالصدى الذي يكون في مكبرات الصوت في قراءة القرآن وشق آخر يتعلق بالمؤثرات الصوتية عموما مؤثرات الصوتية عموما وهل هي في دائرة الإباحة أو في دائرة التحريم أما ما يتعلق بالشق الأول وهو الصدى الذي يوضع في مكبرات الصوت عند قراءة القرآن فهذا القصد منه تحسين التلاوة وصوت القاهرة للقرآن فإذا كان اقتصر على هذا القدر من تحسين الصوت والتزيين الصوت ولم يترتب عليه إخراج الحروف عن وضعها بزيادة المدود عن وضعها أو لم يحصل به قصر للممدود ومد للمقصور وتسكين للمتأرك وتحري كل الساكن ونحو ذلك قصد قصر الممدود القصر الذي يعني يخرجه عن الوضع الجائز وكذلك أيضا إذا لم يتولد منه حروف أو كلمات فهذا يعني من باب الاستعانة بهذا المكبر على تحسين الصوت مثل ما يؤذن المؤذن في المكبر ويقرأ القارة في المكبر ويقرأ بالمكبر ونحو ذلك هذا حد لا بأس به ويجتهد في تحسين الصوت وكذلك في إدخال شيء يحسنه والنبي عليه الصلاة قال زينوا القرآن بأصواتكم وهذا في أخبار ولعله يأتينا أيضا في مسألة أخرى تتعلق في هذا الباب والأخبار الواردة في تحسين الصوت وتزيينه ويدخل في هذه المسألة الذي هو تحسين الصوت عن ضرق الصد لكن الواقع الواقع في كثير من مكبرات الصوت التي يكون فيها صدى أن الصدى هذا يخرج القرآن عن وضعه فلهذا يتتكرر الكلمة مثلا الحمد لله رب العالمين عالمين عالمين يتكرر العالمين وهكذا ربما يتكرر الحرف الواحد وهذا في الحقي في التحريف للقرآن ولا يجوز مثل هذا فإذا كان على هذا الوصف فإن هذا لا يجوز سواء كان يحسن الصوت أو لا يحسن الصوت فإنه يترتب عليه التحريف للقرآن وأيضا يسمعه الناس على هذه الصفة أيضا فيه إزعاج وأيضا فيه أن الصوت لا ينقطع بعد انقطاع صوت الإمام لا ينقطع يبقى هذا الصدى يتواصل وهذا هو وجود في كثير ربما يوجد في بعض المساجد ممن يجعلونه على هذا الوضع فإذا كان على الصفة فإنه لا يجوز ويحذر يعني من يصلي بالناس أن يوقع نفسه ويوقع جماعة المسجد في مثل هذا الشيء بهذا الفعل الذي يأثن به مع العلم وكذلك من يقره على هذا الفعل فلا يبين له حكمه إذا كان خافيا عليه أما مسألة ما يتعلق بالمؤثرات الصوتية فهذه أيضا من المسألة التي تكلم فيها أهل العلم في هذا الزمان وقع فيها خلاف هل تجوز أو لا تجوز ومدار الكلام يتعلق بمناط هل هو متحقق متحقق أو ليس متحقق وليس اختلاف على أصل المسألة إنما اختلاف على المناط هل هو موجود هذه العلة هل هي موجودة في المؤثرات أو ليست موجودة يعني هذه المؤثرات الصوتية من منعها قال إنها في الحقيقة موسيقى ومن أجازها قال إنها أصوات حسنة ونغمات وتطريب للصوت وربما يشتبه على بعض الناس أنه كأصوات الموسيقى وليس كالموسيقى والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود وقال لله أشد أذنا لصاحب الصوت الحسن من صاحب القينة إلى قينتك كما عندما يجب في حديثه فضالة وقال في حديثه أبي هرير لله أشد أذنا لصاحب القرآن أشد أذنا أو أن الله سبحانه وتعالى يعني يستماعا لصاحب القرآن الذي يجهر به كما عند البخاري بنحو من هذا اللفظ بأنه يستمع إليه سبحانه وتعالى فالمأنه اختلاف على المناط لا العلة لا العلة مثل مثلا بعض الألات التي يختلف فيها تدخل مثلا في باب الغنى أو ليست في باب الغنى هو يسأل في هذا أهل الخبرة اختصاص حينما نختلف في هذه المسألة فإن نرجع إلى أهل الخبرة واختصاص في هذا الشيء كما أنهل العلم حينما تقع مسألة من المسائل التي تكون إلى أهل الخبرة والاختصاص في أمور فإن الحكم يبتنى عليه مثل القيافة ونحو ذلك فيخبر بكذا ويحكم القاضي عليه بهذا الشيء وكذلك أيضا مثل الشهادة ونحو ذلك يعني هشبهم من هذا الوجه وهذه المؤثرات في الحقيقة تختلف فيها أنواع من المؤثرات هي في الحقيقة مسيقة بلا إشكال ولهذا يعني تكلم بعض الباحثين في هذا وأنه وأن كثيرا ممن له معرفة بالغنى أو يربما يكون مغنيا يقول إن هذه الأصوات هي في الحقيقة أصوات موسيقية بل أبلغ من أصوات الموسيقى وقد تكون أشد طربا من أصوات الموسيقى ولا ندري ما الفرق بين هذا وهذا ولهذا قد يكون هذا بابا لحل الآلات الموسيقية وفتحا لهذا الباب إذ الشارع لا يفرق بين المتماثلات إذا وجد شيئان إذا وجد شيئان ومتماثلان في هذه الحالة في هذه الحالة حكمه موحل والشارع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات هذا هو الأصل والقاعدة في الشريعة وهو مضطرد إنما يستثني أحيانا بعض الأشياء المتماثلة ويخرجها من القاعدة لحاجة لضرورة دلت إما لحاجة مثل المسجد بعض الشياء حاجة أو لضرورة لكن في الحكم العام المستقر فإن كل شيئين متماثلين هما في الحكم واحد ولذا هذه المؤثرات الصوتية كما تقدم هي موسيقى وعلى أنغام الموسيقى وعلى إيقاعات الموسيقى بلا إشكال يعني لمن يسمعها ولو لم يعرف الموسيقى ومن كان يعني ويتعاناها وربما يعني هو ابتلي بها لا يفرق بين هذا وهذا وهذا واضح لأن الشيء قد يكون طيب فيخلط بحرام فيكون حراما يخلط بحرام ويكون حراما وإذا اجتمع الخبيث والطيب غلب الخبيث فيجب اجتناب الخبيث وإجتمع الحلال والحرام وكان الحرام غالبا فإنه اجتنب وهذا في التفصيل مسألة اجتماع الحلال والحرام وهذا من هذا ولذا حينما يعني يكون عندك شرابان طيبان فتخلط وحدهما بالآخر مثل الزبيب والرطب الزبيب طيب ورطب طيب فالزبيب حينما تأكله حلال طيب والرطب حينما تأكله حلال طيب والزبيب حينما تنبذه في الماء وتشربه شراب طيب وتمر حينما تنبذه شراب طيب لكن النبي عليه الصلاة أنه أن ينبذ شيئان كلهم طيب فإذا كان هذا في باب الأشربة في باب الأشربة يعني أنه لا يجوز أن ينبذ شيئان لا يجوز أن ينبذ شيئان لأنه يبغي أحدهما على الآخر وإن كان في هذه الحال اعتداء لم يبغي فكذلك من باب أولى حينما يوضع الصوت الحسن أو الصوت الذي ليس فيه نغماته حسن ويدخل عليه مؤثرات صوتية تحوله إلى صوت موسيقى تحوله صوت موسيقى فهذا في الحقيقة ليس لأجل أن هذا الصوت ليس فيه موسيقى وتطريب وهذا ليس فيه موسيقى وتطريب إنما باجتماعهما فباجتماعهما صار حكم ما شيئا آخر ولهذا الشيء له حكم يعني أنت لو أخذت مثلا تراب ورميت به إنسان لا يضره يعني ولا يقتله ولو أخذت تبنا فرميته به فإنه لا يقتله لكن لو أخذت هذا التراب وضعت عليه هذا التبن وكذلك لو رميته بماء لا يقتله لكن لو أخذت التراب مع التبن ثم وضصببت عليه ماء فجبلته فيبس فرميته به فإنه يجرحه بل يقتله رب بل ربما يقتله كذلك أيضا هذه الأشياء هذا الصوت وحده طيب والصوت الذي يدخل مثلا ربما لا يكون محرم لكن لما اختلط بغى أحدهم على الآخر وما يدخل فيه من أمور النغمات وما يدخل فيه من الإيقاعات وما أشبه ذلك والألحان يعني أمور أهل الاختصاص يعرفونها ويجزمون بذلك والعبرة بالنتيجة والعبرة بالحقيقة ليست العبرة بالمسميات يا إخواني العبرة بالحقائق العبرة ليست بالمباني بالمعاني ما دام المعنى والحقيقة أنه آلت له أنه زمر أنه موسيقى فهو موسيقى ثم أيضا واضح حينما يحس الإنسان بالغفلة والصد عن ذكره إن هذه الأشياء واقع أنها تصد الناس عن ذكر الله لا تصد ثم أيضا فيها مفسدة أخرى خاصة حينما تكون فيها كلمات طيبة تكون فيها يعني كلمات طيبة تحث على الكرام والشجاعة والإحسان والبر والجهاد والدعوة لله سبحانه وتعالى وتخلط في هذه الأشياء فإن هذا أيضا في تدنيس لهذه الأشياء أيضا فيه تلبيس فيه تلبيس لأن الذي يخرج هذه الأصوات بهذه الإيقاعات يوهم أنها كما يقال أمور مباحاه أمور بل مشروعة وأنه لا بأس بها وهذا مثل من يخرج عقود البيع أو عقود الربا على وجه يكون ظاهره البيع السليم الصحيح مثل بيوع العين أو نحو ذلك وبيوع التي يحصل فيها احتيال فهو لم يظهر صورة الربا صراحة ولم يظهر عقد البيع صراحة بل التوى عليه واستدار عليه من هنا حتى غلفه بصورة بيع وعقد ضار والباطن الربا صريح وهذا أقبح والباطن الربا هذا أقبح من الربا الصريح كذلك أيضا كذلك أيضا من هذا الباب وهو أقبح حينما يعني يلبس هذه الأغاني أو هذه الأصوات حينما يدخل بعضها على بعض وتظهر على أنها يعني كما يقال أناشيد إسلامية هو على أنها أناشيد تدعو إلى المحاسن الأخلاق ومكارم الأعمال وما أشبه ذلك وتكون على هذه الصورة فهذا بحق نوع تلبيش ولو أنها كانت يعني أو أظهرت على أنها موسيقى أو صريح بالمجمار قد تكون أخف قد تكون أخف لأن الإنسان حينما يقدم عليه على هذه الألات يعلم أنه واقع في محرم ويؤنب نفسه ويحاول أن يتوب منها ويجتهد ويسأل ويقع في حرج لكن حينما يكون على الوجه الذي يعتقد أنه ربما خير بل ربما يعتقد أنه قربه يصر عليه ويستمر على هذا الشيء ويتعلق قلبه به ويصعب أخذه منه ورفعه منه ويصعب أن يتوب منه فيشبه من هذا الوجه البدع في هذا الباب وربما يلحق ببعض الغناء الذي يكون على طريقة الصوفية وما أشبههم فالحذر الحذر من هذه الأبواب التي هي من أبواب الشر والحمد لله باب المباحات التي لا محذورة فيها واسعة فأسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنى فيه دنيانا تطيب يتعو الإله عباده منذ دعاه فلن يخيب فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل النبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا والتسألي الشيخة يجيب والتسألي الشيخة يجيب